أعلن محافظ شمالي سيناء محمد عبد الفضيل شوشي عن البدء في إنشاء مجمع تعليمي بمنطقة الخزان بالعريش يضم ثلاث مدارس للمتفوقين والتعليم الأساسي والتجريبية جاء ذلك خلال حضور المحافظ حفل أعياد الطفولة الذي تضمن عدد من الفقرات الفنية والاستعراضات المتنوعة لتلميذ رياض الأطفال بالمدارس وصرح محافظ شمالي سيناء أن عدد المدارس التجريبية على مستوى المحافظة وصل إلى عشرة مدارس متمنيا أن يتم تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس تجريبية للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالمحافظة